وصلت وزارة داخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 410 قضايا تموينية بمضبطات بلغت قرابة 44 طن من المواد الغدائية هذا وتمكنت وزارة داخلية من ضبط 17.5 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 26 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية كما تم ضبط 605 قضايا من بينها 159 قضية خبز ناقص الوزن و147 قضية خبز غير متابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز فضلا عن ضبط 15 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 71 طن من الأقماح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية